نظمت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية مدرسة حقلية للمزارعين في قرية صفت أبو جرش التابعة لمركز بني مازار في شمال محافظة المينيا وذلك ضمن مبادرات إزرع التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي تهدف تلك المدرسة إلى التوعية ونشر مفهوم الزراعة التعاقدية لمحصول البصل وربط المزارعين بالأسواق الأكثر ربحية من خلال توفير عقود تسويقية لمحصول البصل تهتم فعليات مبادرة إزرع بنشر مفهوم الزراعة التعاقدية وإتاحة الفرص التسويقية لكافة المزارعين نحن نحاول نساعد الفلاح أن يعمل دورة زراعية متكاملة فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحق الأمن الغذائي وأيضا فيها تحقيق ربحية عالية للفلاح نحاول نأمنه من تقلبات السوق وتغيرات السوق بأن نحن نطبق الزراعة التعاقدية اليوم فيه تسويقية لزراعة محصول البصل المقور اللي بيتزرع خلال أغسطس لغاية شهر 11 اليوم بنقدم للفلاح عقد فيه واضحة فيه المواصفات فيه واضحة موعد التسليم الدعم الكامل ليه فيه مستلزمات الانتاج عشان نوصل لأعلى انتاجية من خلال توفير خدمات الدعم الفني والمدارس الحقلية اللي هتساعدوا على زراعة محصول البصل نشتغل لخدمة بلدنا وخدمة فلاحيننا ان هم يعني يزيدوا من انتاجهم يزيدوا من محصولهم يزيدوا من مستواهم المعاشية وعن طريق الهاية الانجلية والتحالف الوطني ونشكر كل المسؤولين وكل الحاضرين على هذا المؤتمر الراع وعلى المجهود الجبار اللي هم جايمين به ترجمة نانسي قنقر